اشتركوا في القناة لامور تتعلق بالحريات العامة وحقوق الانسان وبموضوع التوقيفات طبعا الكل يعلم ان هناك حراكات شعبية جرت على مستوى الوطن هذه الحراكات كانت احتجاجات على رفع الاسعار احتجاجات على فرض ضرائب جديدة على المواطنين ومن حق المواطن ان يعبر عن احتجاجه بحرية ولكن حرية مسؤولة بحراكات سلمية ونحن مع هذه الحراكات السلمية بكل ما نملك نقابة محامين وعلى الاخص لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين ونحن في نقابة المحامين انتظرنا كثيرا حتى نعطي الفرصة للحكومة والدولة والاجهزة الامنية لكي تقوم بعمل اجراءات قانونية صحيحة تتناسب مع الاوضاع التي جرت في ظلها الحراكات لا شك هناك من يتجاوز في هذه الحراكات لكن التوقيف بحد ذاته ليس عقوبة والتوقيف هو تدبير استثنائي ورغم احتجاجاتنا على التعديلات القانونية التي جرت على 16 قانون في الفترة الاخيرة لكن من ضمن هذه التعديلات كان موضوع التوقيف وبالامس كان مجلس قضاء عامل ورشة في فندق المريديان حول موضوع التوقيف وقبلها باسبوع نفس الشيء وصار لنا من لما صدرت هذه القوانين وعنوان الورشات التوقيف بكل اسف بكل اسف رغم تنبيهنا ان التوقيف ليس عقوبة قد يكون الشخص مذنب وقد لا يكون مذنب التوقيف لا يجوز ان يكون عقوبة باي حال من الاحوال لكن اصبح التوقيف عقوبة وعندما يكون التوقيف عقوبة ويكون بسجن انفرادي فاصبح عقوبة اضافية وهذا بالنسبة لنا كنقابة محامين امر مرفوض رفض بات وقاطع وانتظرنا هذه الفترة الطويلة لنجعل هناك شعرة معاوية مع الحكومة ومع الاجهزة الامنية حتى لا نضطر الاتخاذ مثل هذا الاجراء الذي سوف نتخذه اليوم والناس جميعا يعتقدون اننا لا نقوم باي عمل والصحيح لا نحن قمنا بكل ما نستطيع لكن بالطرق القانونية السليمة الهادئة احنا بالاردن متعودين نشوف دايما وابدا جلالة الملك كان عندما يساء له يسقط حقه الشخصي جلالة الملك وهو مسقط وهو مسقط سلفا واصبحت حتى موضوع اطالة اللسان اصبح من اقتصاص المحاكم النظامية وليس من محاكم امن الدول اي هتاف اي هتاف في ظل انفعال لا يعبر عن مكنونات الشخص لما بيكون انسان مضغوط ماديا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا قد يطلق تعابير انفعالية لا تتناسب مع الواقع لكن هذا يجب ان تقدره الحكومة والاجهزة الامنية الان احنا في نقابة المحامين بعد ان انتظرنا اسبوعين ولم نجد اي تحرك للرد على ايجابيتنا في الطرح اتخذنا قرار في مجلس نقابة المحامين طالما ان هناك موقوفون بسبب الحراكات وبسبب ما اطلقه البعض من عبارات قد تكون مسيئة وقد لا تكون مسيئة ليس هذا موضوعنا لكن الموضوع هو التوقيف والان تراجعنا عن موضوع التوقيف ونقول لا يجب بحالة اي شخص منه الى المحكمة ولذلك احنا قرارنا الان بمنع الترافع امام محكمة امن الدولة وامام القضاء العسكري بنيابته العامة ونحن نعلم تماما ان هذا القرار سيحدث هزة لكن نحن مضطرون لاتخاذ هذا القرار في هذا الوقت تحديدا حتى نوصل رسالتنا اننا جادون في العمل ولا نهادن في موضوع حريات العمل لا يوجد مهادن في موضوع حريات العمل ولا في حقوق المواطنين ولا في حقوق الانسان اكبر دليل اننا قاطعنا جينيف لاننا لا نريد ان ننشر غسيل الاردن بما يتعلق بحقوق الانسان بالخارج ونقول ان غسيلنا ينشر هنا في الاردن ولا ينشر في الخارج دليل حرصنا على هذا الوطن كنقابة ومؤسسة وطنية تهتم بالدفاع عن حريات العمل وحقوق الانسان ونحن نعلم تماما ان كافة زملائنا المحامين سوف يلتزمون بقرار المقاطعة لمحكمة امن الدولة وللنيابة العامة في محكمة امن الدولة ويعلمون جميعا ان قرارات المجلس نافذة وينفذها الزملاء لكن اذا فكر احدهم انه قد يخالف يعلم تماما انه سيخضع للمسائلة التأديبية في نقابة المحامين لان مخالفة قرارات المجلس تخضع الشخص للمسائلة التأديبية وانا ابلغكم هذا القرار باجماع مجلس نقابة المحامين دون استثناء ولا يوجد اي مخالفة على هذا الموضوع احنا نعرف انه انه نقابة المحامين دايما ضد التوقيف فما بالكو اذا كان التوقيف يتعلق بالمحامين احنا من من شهر خمسة الفين وسبعطاش كنا عاملين حدود وخطوط لعدم توقيف المحامي اثناء مرافعته وانا اشكر المجلس القضائي واشكر قضائنا بالكامل بالتزامه بهذا الموضوع وانا من يرتكب خلل من المحامين يحال الى مجلس النقابة ويتخذ اجراء بحقه لكن ان يكون هناك توقيفات بناء على اجراءات تمس حقوق الحريات وخصوصا عن المحامين سيكون لنا دائما موقف وموقف حازم وحاسم انا باسم مجلس النقابة المحامين بشكركم جزيل الشكر وارجو ان تكون الرسالة قد وصلت الى جميع الجهات المعنية في هذا البلد الله يأتكم العافية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة